رواد مواقع التواصل الاجتماعي يشيدون بانحياز الرئيس السيسي لعمال مصر في مواقع العمل السكرتير العام للأمم المتحدة يحف مجلس الأمن على التضامن لمواجهة فيروس كورونا ترامب يقول إن الولايات المتحدة باتت في مرحلة ذروة كورونا ويتحدث عن لقاح قريباً الثالثة صباحاً الوحيدة بتوقيت جرينيتش موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة أهلاً بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في مساحة الرقعة المستصلحة زراعياً من الأراضي على مستوى الجمهورية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وزيادة النشاط العمراني والتنموي وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية ومدير عام جهاز المشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية استعرض عدداً من المشروعات مشروعات وزارة الزراعة في مجال استصلاح الأراضي تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد مواقع المشروعات الانشائية وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إنه في ضوء ما تم ملاحظته من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع فقد وجه الرئيس السيسي كل الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المسدحمة وذلك حرصاً على سلامة المواطنين كافة أشهد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بانحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمال مصر في مواقع العمل وذلك بعد توجيه الرئيس السيسي للجهات المعنية بالتشديد على الشركات بمختلف المشروعات بمحافظة الجمهورية بالالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا وذلك عبر ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات ما أمكن أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حالات الشفاء من مصاب فيروس كورونا إلى 348 حالة وخرجهم من مستشفى العزل وفي بيانها أشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية للفيروس إلى 468 حالة بينما تم تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة للفيروس و15 حالة وفاة من بينهم رجل أجنبي أعلن مجلس الوزراء بدأ صرف منحة الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة اعتباراً من يوم الاثنين وحتى الخميس المقبلين وخلال اجتماعه لبحث آليات صرف المنحة أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لاهتمام بعدم التزاحم وضمان حصول المستحقين على المنحة التي أقرها الرئيس مشيراً إلى أن الصرف سيتم لكل من سجل بياناته وتم التأكد من استحقاقه من خلال مكاتب البريد وفروع بنك التنمية والاقتمان الزراعي حيث سيتم إرسال رسالة نصية على رقم التليفون المحمول المسجل ضمن بيانات المستحق قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف أعلن وزير التموين علي المصلحي عن توافر سلع الأساسية والتموينية بالأسواق كافة وأن الاحتياطية الاستراتيجية لدى الوزارة يكفي لعدة أشهر وفي مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أعلن المصلحي عن بدء عمل منافذ أهلا رمضان في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية وذلك اعتبارا من غد ولمدة شهر مؤكدا أن عدد منافذ ومعارض أهلا رمضان هذا العام تصل إلى 1800 منفذ بزيادة كبيرة عن العام الماضي أكدت مصر والسودان التمسك بمرجعية مصار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة وما تم التوافق عليه في هذا المصار وإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاثة في العام 2015 وبحث رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في العاصمة السودانية الخرطوم مع وزير الري والموارد المائية دكتور محمد عبدالعاطي ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل المستجدات على الساحة الإقليمية وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وتطورات ملف سد النهضة كما تم مناقشة ترتبات الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء السوداني إلى القاهرة وأديس أبابا في القريب العاجل وتخطى عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد 95 ألفاً في العالم مع تجاوز إجمالي عدد الإصابات المليون ونصف المليون إصابة سجلت أكثر من نصف الوفيات في إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة وسجلت إيطاليا أكبر حصيلة تليها إسبانيا ثم الولايات المتحدة وفرنسا حث السكرتير العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتريتش مجلس الأمن الدولي على التضامن لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشدداً على أن هزيمة الوباء هي معركة جيل بأكمله وقال السكرتير العام في خطاب ألقاه أمام المجلس في أول جلسة يخصصها لجائحة كورونا إن التزام مجلس الأمن سيكون حاسماً للتخفيف من تدعيات الجائحة على السلم والأمن مؤكداً ضرورة إرسال الدول الأعضاء رسالة تنم عن الوحدة والعزم ليكون لها وقع كبير في هذا الوقت العصيب قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تشهد حالياً ذروة تفشي فيروس كورونا مع وصول الوفيات لأعلى مستوياتها وأضاف ترامب خلال المؤتمر اليومي لخلية الأزمة الأمريكية لمواجهة كورونا إن الباحثين والخبراء في الولايات المتحدة أجروا اختبارات على 19 عقاراً للتغلب على جائحة كورونا مبيناً أن النتائج إيجابية وتحدث ترامب عن أن خروج رئيس الوزراء البريطاني باريس جونسون من العناية المركزة التي ظل بها يومين بسبب إصابته بالفيروس تطور مهم للغاية سجلت الصين 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 38 حالة تشمل وافدين من الخارج وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيانها إن العدد الإجمالي للإصابات في الصين بلغ 81.907 حالات في حين ارتفع عدد الوفيات بواقع حالة واحدة اتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على دعم بنصف تريليون يورو لاقتصاداتهم التي يعصف بها فيروس كورونا وذلك بعد خلافات كشفت عن انقسامات داخل الاتحاد وقال وزير المالية الفرنسي برينو لومير إن أوروبا اتفقت على الخطة الاقتصادية الأهم في تاريخها مشيرا إلى أن الاتفاق تجاوز نقاط فرد شروط اقتصادية لتقديم قروض طارئة لحكومات الدول التي تتحمل معظم تداعيات جائحة كورونا وأضاف لوميغ أن الاتحاد الأوروبي أرسل تطمينات لإيطاليا بأن الاتحاد سيبدي تضامنا أكبر في الفترة القادمة أعلنت إيطاليا تسجيل 610 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى أكثر من 18 ألفا كما يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا إلى أكثر من 143 ألف حالة أعلنت فرنسا أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في المستشفيات ودور المسنين ارتفع إلى أكثر من 12 ألف شخص وأشارت السلطات الفرنسية إلى أنها سجلت أول تراجع في أعداد المصابين بفيروس كورونا الذين يعالجون في العناية المركزة لافتة إلى أن أعداد الإصابات المؤكدة والمحتملة بفيروس كورونا في دور المسنين بفرنسا يتخطى 31 ألفا بينما تتخطى أعداد الإصابات بالمستشفيات 86 ألفا شاهدين أن هذا كل ما لدينا من أخبار للمزيد تابعونا دوما على أكسترانيوز دوت تي بي شكرا لكم